طلبة وطالبات السنوية العامة يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في تسع مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافية، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية الكتاب الثاني، كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في عشر مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية واللغة الإيطالية وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى تبقى للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي زيرو مية تلاتة وستين ستة وخمسين متين ستة وتسين تمانياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء أعزائي ثلاثة مطلبات السنوية العامة ألهم بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى الحلقة رقم تسعة واربعين صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء صباح الخير على كل مدرس الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنه من الكمال النهاردة هيكون في ضيافتنا في مادة الكيمياء مدرس أول الكيمياء مستر محمود الديب صباح الخير يا مستر صباح نور يا مستر أحمد أحمد السلام بحضرتك شرفتنا وتشرفناك العادة أربنا يبرك لك يا رب أهلا بك حبيبي لو في عند حضرك أي رسائل سائل على الطلبة بتاعتك بالنسبة لمنهج أزهول فكبول تفضل منك أولا أهلا وسهلا بكل الطلبة اللي بترجع علينا دلوقتي وكل مدرسين الكيمياء اللي بتابعونا على مستوى الجمهورية وأحب بس أقول الكيمياء مادة مش صعبة هي الكيمياء عمواني السنة دي بفضل الله يعني أعتبر امتداد اللي خدوه السنة اللي فاتت جميل الكيمياء السنة دي بتكلم في خمس بيبين أول باب بتكلم عن حاجة اسمها ناصر انتقالية تمام وده أهم جزء فيه اللي احنا إن شاء الله هنقوله النهاردة اللي هو بتكلم عن حاجة اسمها الحديد جميل طيب الباب التاني بتكلم عن حاجة اسمها التحليل الكيميائي وده حاجة غاية في الأهمية والخطورة لأن أي كلية عملية حضرتك هتدخلها كطالب سنوي عم دلوقتي الجزء العام اللي انت هتستخدمه هو جزء التحليل فدي حاجة مهمة الباب التالت بيتكلم عن حاجة اسمها الاتزان الكيميائي وده باب سهل واللاطيف جدا الباب الرابع بيتكلم عن عملية اسمها أجسادة واختزال هم ما اخدوها فتنية سنوي وخلاصة بتاعتها اللي انت بتحول زي طاقة كيميائية قهربية والخلايا بقى القهربية اللي احنا بنستخدمها بقى في حياتنا وكلامنا طيب الباب الأخير ده بقى هو يعني الفاكهة بتاعت الكيمياء السنة دي اللي هو الكيمياء العضوي وده ان شاء الله بقى بيبقى موضوع خاص لوحده بعيد عن الأجزاء اللي احنا بنقولها دي ان شاء الله النهاردة بإذن الله هنتناقش مع بعض ونحاول نتوصل كده لحاجة مفيدة جدا لكل أبناءنا الطلبة اللي هو الجزء بتاع الحديد مهم قوي فيه الجزء بتاع المعادلات اللي هو يا طرح الحديد بيتفعل ازاي طبعا طرح طلع عن النواتج ازاي متفعلات عاملة ازاي وزن المعادلة الحاجات دي كلها بتبقى فيه طلبة كتير خارجة ما عندهاش السنسي بالمعادلة من أولى وتانية سنواتي فطبيعي بيبقى الجزء ده بالنسبة له رخم شوي فان شاء الله النهاردة هنحاول نتوصل كده مع بعض لحبة معلومات لطيفة بطريقة بإذن الله توصل اليوم كلهم وان شاء الله تكون حلقة كويسة حلقة موفقة ان شاء الله بس بضرح حبيب بضرح في البداية ان شاء الله هنتكلم النهاردة عن حاجة عندنا اسمها الخواص الكيميائية للحديد يريد طيب ده كده بالنسبة لنا بسم الله الخواص الكيميائية للحديد طيب قبل ما ادخل في كلمة خواص كيميائية لازم افتكر حاجة من الفاصل الاوليني كان يقول لي اخد بالي ان الحديد اللي عندي ده هو رمزه F E عدده الزر 26 لما اجا وزعه بقول هنا بنكتب أرجون 18 بعد كده 4S2 و3D6 بحيث لما اجا اجمع الالكترونات الاقي هنا 18 و22 و6 بقى 26 طيب خدنا كمان في الفصل الاول ان هي عنصر انتقالي بيكون لي اكتر من حالة تأكسد طيب ايه الحالات بقى الاكسر وجودا في الطبيعة يقول لي اخد بالي ان الحديد ده ليه عندي هنا حالتين تأكسد مشهورين جدا في الطبيعة ايه هما يقول لي اخد بالي اللي انا في حديد F E ممكن يكون موجب 2 او ممكن يكون الحديد F E موجب 3 طيب يا طرى ده هي من ايفاء في التفاعلات دلوقتي الفكرة اللي عندنا بقول له تعالى الاول نفتكر هو يعني كلمة موجب 2 موجب 2 يعني هيفقد الكترونات الحديد بما انه عنصر انتقالي لما بيفقد يفقد اولا منين ميل اس طيب يبقى هنا دلوقت اللي هيفقد الالكترونين هنشئ الالكترون بتوАمين طوال اس يبقى التوزيع بتاعنا بينتهي هنا بالمستوى الفرع 3D ومعه كام الالكترون 6 طيب لما ييجي يفقد هنا موجب 3 قال لي لا استنى بقى هيفقد 3الكترونات بيفقدهم الاول من الاس وبعد كده الالكترون من مين من الدي يبقى المفروض التوزيع بتاعنا ينتهي بالسري دي ومعه كام 5 هتهميني في ايه دي؟ تهميني اللي احنا كنا بنقول ان لما يكون المستوى الفرعي في حالة من الثلاثة نصف ممتلئ او تم الامتلاء او فارغ بيبقى دلوقتي في حالة سمناها مع بعض حالة استقرار يبقى هنا دلوقتي الحديد ليه كم حالة شائعة؟ اتنين موجب اتنين وموجب كم؟ تلاتة من المستقر؟ موجب تلاتة عشان كده دايما في تفاعلات الحديد بنلاحظ يا مستر احمد ان عندي هنا دلوقتي لو عندي اي حالة تأكسد دايما بيتميل للحالة كم؟ موجب تلاتة لانها بتبقى حالة ايه؟ استقرار طيب تعالى بقى دلوقتي نشوف الاكاسيد اللي عندنا المفروض احنا هنستخدمها وابناءنا الطالب عارفين طبعا كان اهم خامات الحديد ايه؟ طيب كان يقول لك هنا دلوقتي في حاجة عندنا بنسميها خامات الحديد بيتقول لها يا مستر دلوقتي هنحتاجها في المعادلات الاسامي دي بنذكر بعض بيها عشان افهمين بنعمل ايه؟ طيب يقول لك ان هنا في اول خام عندنا كنا بنسميه خام الهيماطايد طيب ده كده الصيغة بتاعته ايه؟ كنا بنقول F2O3 طيب F2O3 يعني الحديد هنا حديد ايه؟ سلاسي يبقى دي كده اكثر حالات عندنا بيوجد فيها الحديد في حالة ايه؟ استقرار يبقى هنا دلوقتي عشان الحديد يعمل اي تفاعل مفروضة يوصل للحالة القدامي دي عشان كده كنا بنقول الحديد ده في الخام الهيماطايد بنسمي الخام ده خام سهل الاختزال يعني اختزال ممكن او في المصانع اللي هو الجزء اللي قبل الجزء اللي احنا بنقوله ده كان يقولك بنستخدم هنا الخام مجرد لما نشيل منه الاكسوجين هيتفضل عندي مين؟ الحديد كلمة بشيل اكسوجين يعني بالنسبة لي بيكون سهل الايه؟ الاختزال طيب فيه خامات تانية ان شاء الله هنقولها برضو وتعرضنا لها قبل كده خامة عندنا اسمه خام الميجنا تايت اللي هو الصيغة بتاعته F3O4 وده كده لونه بيكون اسود فيه خامة تانية عندنا بنسميه خامة ليمونايت طيب وده كده خامة متهدرة يعني داخل في تركيبه مية اللي هو اتنين F2O3 حديد سلاسي طيب ومعايا ثلاثة اتشتو في تركيبه طيب اخر خامة عندنا كنا بنسميه خامة سيدرايت اللي هو كاربونات الحديد اللي هو F2O3 يبينة دلوقتي احنا قلنا اول حاجة ان الحديد اللي كان حالت اكسود؟ اتنين حالتين طيب قلت هنا عشان اشتغل في المعادلات لازم اتكر دايما الحالة المستقرة هي مجاب كم؟ ثلاثة طيب كمان قلنا خامات الحديد اللي عندنا هم اربع خامات هي مطايد او اكسيد حديد سلاسي وده الخام اميز اللي هو بيكون سهل الايه؟ الاختزال طيب خام الميجنطايد اللي هو F3O4 وده خام بيكون لونه اسود والطلبة كلهم عارفين ان الخام ده بيكون مختلط يعني يتكون من اكسيدين طيب بعد كده الليمونيت ده اكسيد بيكون متهدرت والصدريت اقلهم استخداما اللي هو عبارة عن FECO3 كاربونات ايه؟ حديد طيب ندخل بقى في الخواص لا استنى شوي لازم نعرف برضو قبل ما نبدأ في اي حاجة اني انا في ملحوظة لازم اخد بالي بقى منها بقولك ايه؟ خد بالك من الملحوظة المهمة دي في حاجة عندنا بنسميها عامل مؤكسد وفي حاجة تانية عندنا بنسميها عامل مختزل طيب ايه الفرق ما بينهم؟ في المعادلات واحنا شغالين عشان تبقى الامور واضحة بالنسبة لنا افتكر دايما ان العامل المؤكسد ده بقوله بيزود الحالة بتاعة تأكسد الحديد يعني يا مستر يعني لو عندي هنا دلوقتي الحديد F حالة تأكسده بصفر مجرد لما حط له عامل المؤكسد ده يتحول على طول F ايه مجابة 2 اهو زادت حالة الايه؟ التأكسد او ممكن يتحول مباشرة الى F ايه مجابة 3 يبقى العامل مؤكسد بيعمل ايه قبل ما نشتغل في المعادلات؟ بيزود حالة تأكسد الايه؟ الحديد طب ايه الحاجات اللي انا هلاقيها في المعادلة؟ تعبر لي يقول لي الحديد اللي عندك ده هيبتدي يزود حالة تأكسده اقول لك حاجة من اللي احنا نقولها ده ركز بقى معي قوي اقول لك انا اول حاجة بتكر عامل مؤكسد يعني بيزود حالة التأكسد بقول له انا زي الاكسوجين اللي هو ايه مجرد لما تحط الاكسوجين مع اي حاجة زي الحديد F0 ده يبدو على طول يزود حالة الايه؟ التأكسد حاجة تانية كتاب المدرسة قال لي غاز الكولور اللي هو سيقل تو من عندنا كمان بنقول له ممكن احط اليود اللي هو اي تو اش معنى؟ عناصر زيت السلبية قهربية عالية وبالتالي بتقدر تشد الالكترونات طيب وبالتالي هنا دلوقتي تزود حالة الايه؟ التأكسد طيب ايه تاني؟ في الجزء بتاع الاكسيد هيقول لي برضو غاز الاس اوسري اللي هو السالس اكسيد الايه؟ الكابريد يبقى في المنهج بتاعنا العام المؤكسد بقول له ده بيزود حالة الايه؟ التأكسد يعني لو الحديد صفر يتحول على طول موجب اتنين او موجب كام؟ تلات طيب قولنا زي الاكسوجين كلور يود او سالس اكسيد الايه؟ الكابريد طيب لما جا شوف بقى عامل مختزل اعكس بقى حضرتك طالب علمي فاهم لو العامل المؤكسد بيزود حالة التأكسد دي بقى المختزل هيقلل حالة التأكسد يبقى له العامل المختزل بقول له ده عامل يقلل من حالة التأكسد بتاعت مين؟ الحديد ازاي؟ تقلب يعني ايه معنى الكلام؟ لو كان عندك هنا اف فيه موجب اتنين يتحول لمين؟ اف تي طيب لو كان عندي هنا حديد موجب ثلاثة مجرد لما اختوا المادة دي برضو يتحول لمن؟ لأف Six واضح دلوقتي العامل المؤكسد عكس العامل مين؟ المختزل طيب عشان أشتغل بقى برحتي في المعادلات لازم أعرف مين العامل المختزل اللي عندنا بقوله خدناه في الفرن العالي فرن مدريكس كان عندي بيقول لي أنا غاز الهايدروجين اللي هو رمزه H2 طيب أو ممكن أحط أول أكسيد الكربوني اللي هو CO ما تستغربش بقى من اللي جاء دي أو ممكن أقول لك الحديد ذات نفسه ممكن يشتغل عليها تعمل إيه مختزل طيب يبقى أنا قبل ما نبدأ بقى في المعادلات قلنا في حاجة اسمها خواص كميائية لازم أكون أعرف أن الحديد لحالتين تأكسد شائعين بقوله أول حاجة اللي هي موجب 2 ده السري دي بتاعته فيها 6 إلكترونات طيب وأنا عندي F و موجب 3 دي بتاعته بتكون بخمسة عشان كده بتكون حالة استقرار طيب وقلت هنا لازم أكون على علم بخامات الحديد اللي هو أكسيد الحديد السلاسي F to 3 طيب وده بنقول سهل الإيه الاختزال طيب بص بقى الملحوظة الجميلة دي مش أنت قلت لي عامل مختزل عاكس العامل المختزل مختزل ومؤكسل لتنعكسة بعض طيب هنا برضو لو قال لي خامل هيماطايد بيجي لنا في أسئلة الأوبنبوك يقول لي إيه هو خام ما يقولش بقى سهل الاختزال يقول لي كلمة تانية يقول لي هو خام صعب الأكسدة صح أو للط صح مش أنت بتقول لي هنا العامل المؤكسل عاكس العامل المختزل يبقى لو الخامل اللي قدامي ده سهل الاختزال يبقى أنا قد طالب أبقى عارف اللي هو أي صعب الأكسدة طيب وده بيجي لنا في أسئلة إختر كتير عاكس طيب نبدأ بقى دلوقتي بحاول لو قوته نقول بقى الخواص الكيميائي الحديد يعني بقى خواص كيميائي حب التجارب كده هعملها على عنصر الحديد وفعله مع حاجات موجودة في الطبيعة بتاعتنا طيب تعالي كده نقولهم واحدة واحدة كده أقولك لو أنا مسكت مثلا قطعة حديد هتفعلها مع أي يبدأ يقولك أول حاجة الحديد ده أنصر نشط يعني ايه يتفعل مع الجو طيب فأول حاجة عايزة أعرفها تفاعل الحديد مع أكسوجين الهواء الجو ده أول حاجة طيب التفاعل التاني إن شاء الله اللي هنقوله مع بعض دلوقتي هقوله هفعل الحديد مع حاجة عندنا اسمها بخار المية يا ده مستر أحمد يعني هجيب دلوقتي مصمارة حط في كوبات مية لأ ما بحصلش كده لأ ده أنا بقولك هنا بخار إيه ويا ليها شروط هنقولها دلوقتي طيب بعد كده بقوله بما إن الحديد ده فليز يبقى ينفع يتفاعل مع الله في الزات طيب طلبتنا بقى الحلوين عارفين إيه إن اللافل الزات دي منها نعين ممكن تكون اللافل الزات قوية طيب اللي هي مجموعة مين؟ الهالوجينات اللي إحنا قلنا منها دلوقتي حاجتين اللي هم مين؟ الكلور وإيه؟ وليود طيب ممكن يتفاعل مع اللافل الزات كمان اللي بتكون مالها ضعيفة اللي هو زي الكابريت أو الفوسفور يبقى أول تفاعل بإذن الله نقوله مع أكسوجين الهواء الجولي تاني تفاعل مع بخار الماء تالت تفاعل بما إن الحديد فليز يتفاعل مع اللافل الزات القوية اللي هي الهالوجينات اللي إحنا قلنا زي الكولور أو مين؟ أو اليود طيب اللافل الزات الضعيفة زي الكابريت اللي هو صالفر رمزه إيه؟ إس طيب آخر تفاعل خدنا التفاعل ده بقى زمان قوي كان يقولي العناصر النشطة تتفاعل مع الأحماض طيب إيه الإضافة بقى السنة دي؟ يقولي الأحماض منها نوعين في أحماض عندنا ممكن تكون مخففة بنختصرها بكلمة ضيل جاي من كلمة ضيل يوتيد يعني مخفف أو ممكن تكون أحماض مركزة اللي هي كونك جاي من كلمة كونسنتريتد يعني مركز يبقى هنا دلوقتي المفروض المعادلات بقى اللي هنقولها هفعل الحديد مع الأكسوجين بتاع الهواء الجولي تحت شروط خاصة طيب تاني حاجة الحديد مع بخار المية طيب الحديد مع لفل الزيت القوية وإيه؟ وضعيفة بعد كده الأحماض المخففة والأحماض المركزة نبدأ أول حاجة بقى ونقولها دلوقتي نقول بسم الله أول حاجة التفاعل مع أكسوجين الهواء الجولي ومنطقة البساطة بقى هنعمل إيه؟ يقولك هنفترض مثلا إن إحنا وقفين في المعمل جايب هنا لهب بنسميه عندنا لهب بنزن الشكل الجميل ده كده وده كده اللهب بتاع طيب شغلت هنا اللهب بتاعنا وجبت مصمر حديد صغير كده وحطيته على إيه؟ عن نار طيب لاحظ بقى معي إيه إيه يحصل لما الحديد بيتعرض للحرارة لونه بيتحاول إيه؟ لون أحمرار يعني معنى الكلام هنا أنا بسخن الحديد لدرجة عندنا اسمع درجة إيه؟ الأحمرار خلاص ده كده بالنسبة لك المتفاعلات اللي أنت عملتها إقلابها معضلة فين الحديد؟ أهو اللي هو رمزه عندك إيه فيه؟ زيت فعلته مع مين؟ مع الأكسوجين طيب يبقى أنا رمز الأكسوجين أوتو سهم عليه إيه؟ أعمل حرارة؟ لا استنى بعد يقول لي أنت سخنتي أنا الحديد لدرجة إحمرار طيب قتب مستر كلمة إحمرار تفضل لا إيش معنى؟ ليها رقم معين؟ الله ينور عليك ألاقي هنا دلوقتي الحديد بيحمر عنده 500 درجة طيب فيه عناصر تانية زي النكل مثلا بتحمر عنده 200 درجة طيب يبقى لو أنا كتبت الكلمة دي يبقى أنا مش دقيق طيب يبقى عشان كده يقول لي لو كتبت إحمرار ممكن تكتب تحتيه 500 إيه درجة يبقى كده صح يبقى أنا دلوقتي المتفعلة اتعملت إيه؟ فعلت الإيه؟ الحديد في جو من الأكسوجين عند درجة الإيه؟ الإحمرار اللي هي كم؟ 500 درجة إيه اللي بيحصل؟ تعال دلوقتي تخيل بعدما الحديد وصل لدرجة الإحمرار يسيبه شوية في الجو يرجع لونه يبقى لون إيه؟ إسود طيب تعالي كده معي بص هنا هو مين الخامل إسود؟ المجنطايد يعني إيه معنى الكلام؟ يعني يبقى يتفعل الحديد مع الأكسوجين لدرجة الإحمرار ويديني أكسيد حديد لونه إسود إحنا قلنا في الخاملات أكسيد حديد إسود اللي هو المين؟ المجنطايد اللي هو رمزه FE3O4 ما تنساش بقى لو أنت فيمت الحركة اللي عملتها يبقى خلاص المعادلة كمان أتخافص يبقى أنا الحديد مع الأكسوجين في درجة إحمرار اللي هي؟ 500 درجة إدينا أكسيد حديد بنسميه كذا إسم عندنا ممكن أسميه أكسيد حديد إسود أو أكسيد حديد مختلط أو أكسيد حديد مغناطيسي لأن ليه خواص مغناطيسية أو بسميه الإسم بتاعنا اللي هو مين؟ المجنطايد طيب نائس حاجة في المعادلة تعال كده نكتب وزن المعادلة طيب لما جاوزنا أي معادلة ببدأ أبص للنواتج وقرنها بالمتفعلة عندي هنا كم حديد؟ 3 خلاص يبقى نضرب هنا كده في 3 يبقى هنا 3 حديد 3 حديد عندي هنا كم أكسوجين؟ 4 يبقى نضرب هنا في 2 عشان يبقى 2 في 2 بكام؟ 4 طيب ده كده بنسبلنا أول حاجة في التفاعلات اللي عندنا اللي هو تفاعل حديد مع أكسوجين هواء لإيه؟ الجو يفضل كمان نكتب الحالة الفيزيائية الحديد حالته صلبة أكتب تحتها S الأكسوجين غاز يبقى تحتها G إيه ده أنا أكسيد حديد برضو بيبقى عبارة عن حالة إيه؟ صلبة التفاعل ده بنشوفه فين؟ يقولك في الطبيعة بتاعتنا الناس اللي بيخزنوا كميات كبيرة من الحديد طيب يقولك دلوقتي لما بنجيب الحديد ممكن أخزنه يصدي عشان ما يصديش أعمل إيه؟ لازم يسخنوا الحديد الأول إيه اللي حصل؟ ما هو مجرد لما بيسخن الحديد بيكون طبقة أكسيد يبقى هو بيضمن دلوقتي إن الحديد متغطي بطبقة مهما يمكنه الفترة مش غيصدي ده كده الفايدة بتاعت التفاعل بتاعنا يبقى ده كده أول تفاعل عندنا الحديد مع أكسوجين هو الإيه؟ الجو السؤال بقى عندنا في الأوبن بوك بص بقى الأسئلة الجميلة يقولك يتفاعل الحديد مع الأكسوجين ويعطي الميجنطايد يطر بقى في الظروف العادية طيب واللي عندي هنا مع ظروف مختلفة واللي يقولي عندي درجة إحمرالي 500 درجة لا هو هنا لازم يكون شرط تفاعل الظروف عادية مش يحصل حاجة هات مصمر حديد خط في الجو مش يحصل له حاجة لكن هنا دلوقتي لازم بقى فعله مع الأكسوجين تكون في درجة الإيه؟ إحمرالي 500 درجة طيب ده أول تفاعل التفاعل اللي عندنا الثاني بمنطقة البساطة يقولي تفاعل مع مين؟ مع بخار الميا طيب عايز أتخيل التفاعل ده عشان أحفظ المعادلة طيب يعني إيه بخار مية؟ يعني أنا جايب دلوقتي كباية فيها مية مغلية بالشكل ده ألاحظ المية بيطلع منها بخار بالشكل ده صح؟ طيب أنا جايب برضو مصمر حديد مسخن لدرجة الإيه؟ الإحمرار يبقى هنا في الحالة دي المية ساخنة طيب خرج على يد بخار والمصمر كمان إيه؟ ساخن يبقى هنا أنا حطيت الحديد في الكباية لا ده أنا خليته البخار هو اللي يطلع لمين؟ للحديد يبقى هنا المواد المتفعلة اللي قدامي لازم أكتب لها بقى الحالة الفيزيائية يقولي هنا أنا فعل مين؟ بفعل الحديد اللي هو رمزه؟ F F مع بخار المية رمزها ايتشي تقوم لا استنى بقى حتة حلوة دي مش مية ده بخار بخار عندنا يعني فيبر يبقى هنا بكتب تحتيها إيه؟ V طيب والحديد حالته إيه؟ صلبة انت قلت لي بتسخنهم لدرجة مين؟ احمرار خلاص بقى مش هنكتب احمرار احنا حفظين الدرجة اللي هي كام؟ 500 500 درجة إيه اللي هيحصل بقى يا مستر أحمد؟ طيب علميا يقولك بخار المية الترابط ما بين الـ H والـ O بيكون ترابط ضعيف وبالتالي لما بيتعرض للحديد الساخن عنده 500 درجة الهيدروجين لم يتفعل ايش معنى؟ الكسافة بتاعته قليلة فبيتصعد في الجو يبقى الحديد هيتفعل مع مين؟ مع الأوكسجين طيب بنقولها بطريقة بسيطة كده لكني مثلا فيه اتنين زميل رايحين مثلا دلوقتي الدرس طيب وقابلهم دلوقتي مثلا كلب كده زغنان بس بيخاف واحد بيخاف من الكلب وتاني بيخافش طيب لما الاتنين دلوقتي يقابلوا الكلب بتاعنا ده إيه اللي هيحصل؟ اللي بيخاف خير بس هو ده اللي حصل فبيقول لي هنا دلوقتي الهيدروجين خاف من مين؟ من الحديد فبقول لي خد بالك الهيدروجين في الحالة دي أنا بكتبه بالشكل لأ هلون مختلف واكتب لك تحته كمان لم يتفاعل ما دخلش أصلا في تفاعل طيب التفاعل اللي هنا تم مع مين؟ بعد إذنك كده حديد والأكسجين الحديد تم مع مين؟ مع الأكسجين يطلع كده فوق حديد مع أكسجين دهنا مين؟ المجنطايد بس خلاص يبقى أنا بيدينا المجنطايد اللي هو الصيغة بتاعته بتكون ها F E 3 O 4 مائز بقى نيوز المعادلة طيب عندي هنا كم حديد؟ ثلاث يبقى نضرب هنا في كم؟ في ثلاث طيب هنا أربعة أكسجين وهنا كم؟ واحدة واحدة يبقى نضرب هنا في أربعة بقيت أربعة H2 بسيطة يبقى ضرب هنا كمان في كم؟ في أربعة أنا بسمي المعادلة دي كده معادلة نسيين ليه نسيين؟ تبص تلاقي الطالب تقول له اعمل معادلة الحديد مع بخار المية يقول لك أنا هفعل حديد مع H2 O سهل قوي ال F E هياخد ال O زي H2 غلط يبقى أنت كم ما فهمتش حاجة إيه اللي حصل؟ قلت لك ده بخار مية التربط ما بينه بيكون ماله ضعيف يبقى الهايدروجين لم يتفاعل يبقى كن ال F E يتفاعل معه ال O2 ودينا أكسيد حديد أسود أو مختلط أو بنسميه عندنا أكسيد حديد مغناطيسي صعب الكلام؟ جميل طيب ده كده بالنسبة لنا اللي هو التفاعل التاني ندخل على التفاعل التالت احنا قلنا هو التفاعل مع الأكسوجين عشان نركز مع بعض F E مع الأكسوجين إدينا مين؟ مغناطيسي طيب الحديد مع بخار الماء وقلنا التفاعل بيتم إزاي؟ وقلنا هيدينا برضو مين؟ المغناطيسي يبقى أنا عندي هنا فيه طريقتين للحصول على المغناطيسي أفعل حديد مع أكسوجين أو مع بخار الماء عنده درجة إحمرار طيب نأخذ بقى التفاعل اللي بعده الحديد مع لا فلزات نركز بقى مع بعض وقوله التفاعل التالت اللي عندنا التفاعل مع اللفل الزات طيب نبدأ باللفل الزات الايه؟ الضعيفة اشو معنى؟ أنا بسمي المعادلة بتاعتها معادلة الشياكة يعني شياكة ولا وزن ولا حق بص يعني أنا هبتدي دلوقتي أخد حتة حديد اللي هو رمزها ايه؟ F E أفعلها مع لفل الزات ضعيفة قلنا زي مين؟ كبريت اللي هو رمزه ايه؟ S مجرد لما بعمل تسخيم بسيط قوي شمعنا وهده لفل الز ضعيفة يتفاعل بسهولة F E مع S شيل الزائد اللي ما بينهم يدي لك الصيغة الجديدة ايه؟ F E S صعب الكلام؟ يبينا الحديد F E مع الكبريت اللي هو S يدينا F E S أسميه ايه ده؟ طيب S يعني كبريت طيب وF يعني حديد أول كبريت حديد لأ ما تنفعش طيب يقول لي لما تيجي تربط عنصرين مع بعض لازم أخط في النص المقطع E يبقى الكبريت عندنا اسمه كبريتيد بنشوفه عندنا حتى في المطبخ يقول لك فيه ملح اسمه كولوريد صوديوم بقول كولوريد صوديوم ولا كولوريد صوديوم؟ كولوريد صوديوم يبقى ما بين أي عنصرين بحط إيه؟ E يبقى هنا دلوقتي بقول ده اسمه إيه؟ كابريتيد وده حديد لا استنى بقى إحنا قلنا الحديد هنا ممكن يكون لحالة سلسية وحالة إيه؟ سنائية الحديد في الحالة دي بيكون حالة إيه؟ سنائية يبقى اسم الحديد في الحالة دي أو الخام بتاعه أو المركب اللي طالع ده بقول له هنا دلوقتي بيبقى اسمه إيه؟ كابريتيد حديد وعمل جنبه شرطتين كده يعني تكافؤه هنا بيكون إيه؟ سنائية طيب ده كده بالنسبة لنا نص التفاعلات بتاعتنا قلنا هنا أول حاجة مع الأكسجين يدينا خامل ميجنطايد طيب تاني حاجة مع بخار الماء قلنا الهيدروجين ماله لم يتفاعل وبالتالي داني برضو ميجنطايد تالت حاجة مع اللافل الزات الضعيفة قلنا عليها المعادلة الشياكة طيب الـ FI مع الـ S في وجود الحرارة يدينا كابريتيد الإيه؟ الحديد نكمل بقى مع بعض كده ونقول بقية التفاعلات اللي عندنا نمسح بس أول جزء ده هنقول بقى دلوقتي تفاعل الحديد اللي عندنا مع اللافل الزات القوية ومع الأحماض نركز بقى مع بعض قوي لأن الجزء ده أصلا جزء معادلات مهم جدا فرقة الامتحان طيب عبارة عن إيه بقى الجزء اللي حضرتك هتقوله دوع مستر هابدأ أقولك الحديد ممكن يتفاعل مع اللافل الزات أنا بمسح وأعرف اللي أنت مركز معايا اللافل الزات احنا لسه إلينا قوية اللي هي مين؟ الهلوجينات اللي عبارة عن الكلور أو مين؟ نمسك عندنا بقى دلوقتي التفاعل ونقول مع بعض بسم الله تفاعل كده رقم أربعة التفاعل مع اللافل الزات القوية إيه اللي هيحصل بقى؟ نركز بقى مع بعض هابدأ أفعل الحديد اللي هو رمزه إفي مع اللافل الزات قوية هلوجينات اللي هو عبارة عن فلور كلور أو بروم أو اليود طيب بقول له هنا في كتاب المدرسة قال لي نفعله مع مين؟ مع غاز الكلور طيب وبسخن تسخين عادي إيه اللي هيحصل؟ تعال لك إلا نجرب الـ FE مع الـ S دينا إيه؟ FES طيب يعني كابريتية حديد إيه؟ سنائي طيب لما جا فعله مع الكلور هيدينا FE سيئلته قال لي لا استنى ده بيدينا FE سيئل إيه؟ سري يعني حال التأكسد الحديد هنا حالة إيه؟ سلسية فبسمي المركب اللي طلع عندنا ده بقول عليه كلوريد حديد وحالته بتكون إيه؟ سلسية سلسية لا ما طلغبط لا ما طلغبطش معي ركز معي كده هو هنا المفروض الـ S اللي هو الكابريت ده لا فلز والكلور برضو إيه؟ لا فلز طيب يا ترى مين أكبرهم السالبية؟ الكلور طيب السالبية كبيرة يعني إيه؟ يعني بيبدأ يسحب عدد إلكترونيك كبير فبيزوت حالة تأكسد مين؟ الحديد اللي احنا لسه إلينا كان في المربع ده كده قلنا الكلور عامل إيه؟ مؤكسد بيوزيج من حالة تأكسد الحديد يبقى هنا دلوقتي لازم أوضح له الحكاية دي أقول له خد بالك إن غاز الكلور ده يعتبر عامل مؤكسد وبالتالي إدانا الحديد في الحالة الإيه؟ السلسية نوزن المعادلة بقى بتاعتنا بقول هنا أنا عندي هنا 2 وهنا 3 هنا 2 كلور وهنا 3 كلور طيب فيه قاعدة عندنا في الوزن في الكامية في المراجع العالمي بتاعتنا يقول لك لو لقيت عندك رقامين ها وراء بعض متتالين يعكسوا طيب لو هنا 2 وهنا 3 يبقى أضرب هنا في كم؟ في 3 وهنا في كم؟ في 2 هنا بقى 2 حديد يبقى أضرب هنا برضو في كم؟ في 2 سؤال الامتحانات بقى بيجي على الحتة دي يقول لي إيه؟ يقول لي عند تفاعل الحديد مع غاز الكلور يتكون كلوريت حديد سلاسي وليس سنائي إيه السبب؟ السبب عندنا هو ده أقول لي أن كلور عامل إيه؟ وأكسد يزيد من حالة تأكسد الحديد طيب امتحانات أوبنبوك فلازم أكون أنا ملمة بالمعلومة مش أنت بتقول لي لفل الزات قوية اللي هي الهلوجينات؟ ممكن في الامتحان بمنطقة البساطة يقول لي أنا مش عايزك أفعل الحديد مع كلور لأ ده أنا أخليك تفعلي الحديد اللي هو الـ FE مع اليود اللي هو رمزه إيه؟ آيته وبسخ هيجرح حاجة؟ لا نفس الموعة طيب وبيبتلي برضو بيدينا حالة تأكسد حالتها إيه؟ سلاسي سلاسي يبقى زي ما الحديد يتفعل مع كلور ودينا كلوريت حديد سلاسي يبقى الحديد يتفعل مع اليود ويدينا يوديد حديد سلاسي أو نفس الإيد اللي احنا قلناها طيب يبيني الصيغة بتاعتها بتكون إيه؟ FEI3 حتى كمان هيكون نفس الوزن هنضرب هنا في تنين وهنا في ثلاثة وهنا في تنين سمينا المركب ده إيه؟ سمينا عندنا يوديد الحديد السلاسي صعب كلام؟ جميل يبقى الحديد دلوقتي ما تتوهش مني معادلة جميلة لو أنت فهمت أنا بقول إيه؟ بقى الدنيا خلاص كده بالنسبة لك فاضل بس بتشيك عليها فورة وعلم كده والدنيا خلاص وحلاء يبقى مع الأكسوجين قلنا بيتفعل ويدينا أكسيد حديد أسود طيب بخاري الماء معادلة تنسيان من ننساش بقى طيب يتفاعل مع بخاري الماء والهيدروجين لم يتفاعل طيب لما بفعله مع الكابريتي المعادلة شيك يدينا كابريتيد حديد إيه؟ سنائي طيب مع الكولور ابدأ بقى أسئلة فصر يقول لك ليه لما بيتفعل مع الكولور أو مع اليود ضم بقى سؤال واحد طيب يدينا أملاح حديد سلسية قوله لأن الكولور بنتبر عامل مؤكسيد يزيد من حالة تأكسود الحديد طيب ندخل بقى مع التفاعل المهم قوي ولو فتحنا أي متحان سنوية عامة لازم ألاقي بقى السؤال ده اللي هو مع الأحماض طيب نقسم الأحماض عندنا جزئين أقول لك أول حاجة مع الأحماض المخففة وبعد كي نقول للمركزة الوحدة طيب إيه يا مستر الأحماض اللي عندنا عشان برضو أبقى عارف السيغة بتاعتها بقول لك أشهر الأحماض اللي عندنا حمضين اتنين الأحماض بينسميه عندنا HCL اللي هو حمض الهايدروكلوريك أو H2SO4 بنسميه حمض الكابريتيك يبقى الأحماض اللي احنا نشتغل بها عندنا حمضين حمض الهايدروكلوريك اللي هو رمزه HCL طيب حمض الكابريتيك اللي هو H2SO4 حمض الكابريتيك ده اللي احنا بنستخدمه في البيئة بتاعتنا باسمه مية النار اللي هو حمض الكابريتيك طيب أنا هستخدمهم بقى دلوقتي في حالة إيه مخففة إيه الفرق إيه الفرق بين كلمة حمض مركز وحمض مخفف الحمض المركز بيكون بيور يعني إيه معنى الكلام ما فيهوش أي إضافة طيب بالنسبة حتى في البيئة بتاعتنا يقولك مية النار كميائيا تركزها 98% طيب يعني إيه معنى الكلام تركزها عليه قوي طيب كلمة مخففة يعني أنا باخد كمية من الحمض وأبدأ أزود لها كمية مية طيب لما بيتخفف أي حاجة بيخففها بإيه؟ بالمية يبقى أول دلوقتي ما يقولي حمض مخفف يبقى أخد بالي أن الحمض ده ميتزود عليه إيه؟ مية لأنه ممكن بمنطقة البساطة في الامتحان يجيب لي سؤال زي ده طيب هنعرف دلوقتي أن تفاعل أحمض المخففة بيختلف عن المركزة يقولي لأ أنا عايز أفعل الحمض المركز زاوي ديني الناتج ده أعمله إزاي؟ مش أنت عايز تحول المخفف يبقى المفروض أنا عارف معلومة أن المركز ده عشان يتحول المخفف لازم أزوده إيه؟ مية طيب نعمل بقى التفاعلات اللي عندنا خدناها في أولى وتانية سنوي تفاعل اسمه إحلال بسيط يعني إيه معنى الكلامة؟ هو كل التفاعلات دي مع مين؟ مع الحديد يبقى أبتدي أفعل الحديد اللي هو رمزه إيه؟ مع حمض الهايدروكلوريك مثلا الرمزه إيه؟ HCL لازم أكتب حالة الحمضة على السهل حمضة مخفف اللي إحنا سمناها مع بعض ضيل جاي من كلمة ضيل يوتيت زي ما قلت طيب إيه بقى اللي هيحصل؟ الحالة الفيزيئية يريد تكتبها لي هنا بقى الحديد اللي عندنا حالته إيه؟ صلو الحمضة هنا إيه؟ مخفف مخفف بإيه؟ بالمية يعني عبارة عن محلول يبقى كتب تحتيها AQ طيب ركز بقى معي يعني إيه حلال بسيط حديد عنصر نشط طيب والهيدروجين أقل نشاط طيب النشط المفروض بيقعد مكان الأقل إيه؟ نشاط عشان يتم التفاعل خب كده وجمع الـ F هي تاخد مين؟ CL ويتصعد غاز مين؟ الهيدروجين يبقى النواتج اللي بتطلع بقوله هيدينا دي الـ FECL2 ويتصعد غاز الهيدروجين اللي هو H2 اللحظ معي بقى في الوزن وزن جميل قوي هنا 2 كولور وهنا 2 H يبقى حطه قدام ده كم؟ 2 طيب واحدة وواحدة كده بقى وقارن بقى السؤال سنوية عامة اربط الأفكار مش ده كده حديد وده برضو حديد طيب ده كلور لكن ده حمض هيدروكلوريك طيب ايش معنى مع كلور إدانا كلوريت حديد سلاسي؟ لكن مع حمض الهايدروكلوريك إدانا كلوريت حديد إيه؟ سنائي السبب السبب العامل كنا بنقول هنا كلور عامل إيه؟ مؤكسد بيزود حالة تأكسد الحديد لكن عندي هنا تصاعد مع الملح ده غاز مين؟ الهايدروجين ولسه إيلين المعلومة حيالا قبل ما نبدأ قلنا الهايدروجين ده يعتبر عامل مختزل بيعمل عامل مختزل ده؟ بيقلل حالة تأكسد الإيه؟ الحديد فيوصل عندنا مركب بيسميه كولوريد حديد سنائي يبقى السؤال كده تاني بقى بالإجابة بقول هنا عند تفاعل الحديد مع غاز الكلور يتكون كلوريت حديد سلاسي يبقى الإجابة لأن الكلور عامل مؤكسد يزيد من حالة تأكسد الحديد لكن عندي هنا بقى تحت كده الحديد مع حمض الهايدروجلوريك طيب بقوله يتكون كلوريد حديد سنائي لأن الهايدروجين المتصاعد ده عامل مختزل طيب بيقلل من حالة تأكسد الحديد طيب ممكن مثال تاني أو أنت خلصت لو فيهمت الفكرة طبق ممكن بدل ما أحط حمض الهايدروجلوريك أحط حمض الايه الكابريتيك نعملها كده بلون مختلف أول هنا أفعل الحديد اللي هو إف إيه مع حمض الكابريتيك اللي هو رمزه إتشي تو إس أو فور حالة الحمضة مسترحمة إيه مخفف منساش طيب يبين أدى الحمض اللي عندنا بيكون مخفف طيب الحالة الفيزيائية الحديد حالته صلبة لكن الحمضة أدى المخفف يبقى أقوى السوليوشن اللي هو بيكون إيكيو طيب التفاعلة يتم إزاي حديد ناشط يحل مكان الهايدروجين خب الهايدروجين يبقى الـ F-A هياخد S-O-4 ويتصعد من الـ H-2 يبقى النواتج اللي هتطلع عندنا كده نعملها بلون تاني أقوله هيدينا F-A S-O-4 زائد الـ H-2 طيب يبقى مش شرط تبقى يجيب لي سؤال على دي يقولي الحديد مع حمض الهايدروكلوريك يدينا كلوريت حديد سنائي لأ ممكن يقولي نفس الفكرة الحديد هنا دلوقتي مع حمض الكابريتيك ليبي يدينا كابريتات حديد سنائي نفس السبب يقوله لأ أن الهايدروجين اللي طالع دعام المختزل بيقلل من حالة تأكسد الإين الحديد طيب أسئلة الأوبن بوك بقى يربط برضو فكرة قديمة احنا عارفينها بالمعادلات بتاعتنا يالفكرة دي غاز الهايدروجين ليه طريقة كشف كلنا عارفين أي غاز ليه طريقة كشف في كمين كان يقولك زمان ساني أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائح ويطفي عصفة مشتعل لما جيب بعض كابريت كده وتنفخ فيه بيطفي لساني أكسيد الكربون طيب لما جيب بقى غاز الهايدروجين بيعمل إيه يقولك قرب ليه كده بعض كابريت مولع تلاقي هنا بيشتعل بفرقعة يبقى أنا كيف يمكن الكشف عن غاز الهايدروجين أقوله يشتعل بإيه بفرقعة ويعطي لها بلونه أزرق بصي بقى الصيغة بتانية سؤال أوبنبوك يقول لي هنا عند تفاعل الحديد مع نقطة يتصاعد غاز يشتعل بفرقعة مش مكتوبة في الكتاب بس المفروض أنت تعرف غاز يشتعل بفرقعة اللي هو مين الهايدروجين يبقى أكيد أضمت له هيدروجين ده اللي هو يشتعل بفرقعة يبقى أكيد بيتفاعل مع أحمد إيه مخفف اللي هو حمد الهايدروجلوريك أو حمد الكابريتيك صعب الكلام؟ طيب ده كده بالنسبة لنا التفاعل قبل الأخير اللي هو مع الأحمد الإيه المخرفة ندخل على التفاعل الأخير عندنا اللي هو التفاعل رقم 6 وده بقى مهم جدا اللي هو التفاعل مع الأحمد المركزة طيب هنزود عندنا الأحمد المركزة دي هنزود الأحمد المركزة حمد فبقول له عندي هنا ثلاث أحمد طيب أول حمدين لسه إيليهم حمد الهيدروكلوريك اللي هو HCL طيب ممكن كمان أجيب حمد الكابريتيك اللي هو H2SO4 طيب هزود لهم حمد تاني بقى عشان ليه سؤال كده بيجي في الامتحانات اسمه حمد النيتريك رمزه HNO3 يبقى في الأحماض المركزة أنا هادر ستلط أحماض هيدروكلوريك HCL كابريتيك اللي هو H2SO4 ونيتريك اللي هو HNO3 تعال بقى ناخد كل تفاعل ونعمله مع بعض طيب نركز مع بعض كده في أول تفاعل لما جاء فعل الحديد الوقف في إيه مع حمد الهيدروكلوريك اللي هو HCL حالة الحمد هنا مخففة؟ لأ مركزة يعني معنى الكلام بكتب عليها إيه؟ كونك صد كلمة كونسنتريتد يعني مركز طيب تعال بقى نشوف الحمد ده ده حمد بيسميه حمد معدني طيب بيجي هنا من اتحاد الهيدروجين مع كلور طيب هو هنا الحمد شكله اختلف طيب هي كل الفكرة اللي عندنا بدل مركز ها خليته بدل مركز خليته ايه؟ مركز طيب تعال كده نعمل التفاعل طيب يقول لك الحديد عنصر نشط يحل مكان مين؟ الهيدروجين طيب وبالتالي يدينا تفاعل ركز كده معي ها يقول لك هنا هيدينا FECL2 ويتصعد غاز مين؟ الهيدروجين ايه ده يا مستر؟ مش ده التفاعل هو ده؟ اه حمد الهيدروكلوريك إذا كان حمد مركز أو حمد مخفف اللي اتنم مع الحديد بيعملوا نفس التفاعل يبا دي اول حاجة لازم اخد بالي منها ان حمد الهيدروجوريك إذا كان حمد مخفف او مركز بيعطي نفس الناتق ايه السبب؟ السبب اللي عندنا ان حدث تفاعل احلال بسيط وخرج غاز الهيدروجين وقولنا عامل ايه؟ مختزل وبالتالي لازم يدينا املح ايه؟ سنائيا طيب ده كده اول حالة عندنا واول ترب عندنا في الحتة دي طيب ندخل بقى على البرينس بتاع الحلقة كلها بقى حمد الايه؟ الكابريتيك طيب معادلة حمد الكابريتيك هنكتبها هنا بإذن الله ونفسرها هنا برضه عشان يبقى ايه؟ الطالب عارف المعادلة دي جات ازاي يقولك التفاعل التاني هنفعل نكتبها كده بعنوان جانبي مع حمد الكابريتيك وسمينا حمد الكابريتيك في الحالة دي حمد ايه؟ مركز حلوة نعمل معادلة يقولك الحديد اللي هو في حمد الكابريتيك هتشي تو اس او فور حمد مالو مركز ما يشتغلش الواحده كده لازم اعمل عملية تسخين كمان طيب بص كده تعالى نطبق هنا حديد مع كلوريد دي أنا نفس المعادلة يبقى دي برضه نفس المعادلة؟ لا استنى هنا الحمد ده في مين؟ أكسوجين الأكسوجين ده يبدأ يغير للتفاعل لو كان حمد مركز او حمد ايه؟ مخفف فيقولك طبيعة الحل بقى لما يتفاعل نحفظها كده واركز في التون اللي هيتقلب يقولك هنا حديد مع حمد كابريتيك يدينا أربع نواتي كابريتات حديد سوليسية سونائية ثاني أكسيد كابريتو المائي يدينا كم ناتج أربعة؟ انت قلت ايه تاني؟ كابريتات حديد سوليسية اللي هي كابريتات حديد سوليسية اللي هي ثاني أكسيد الكابريت اللي هو والمية اللي هي يبقى تفاعل الحديد مع حمد كابريتيك اختلف اذا كان مخفف او ايه؟ او مركز مع المركز يدينا أربع نواتيك زي ما قلنا تاني كده كابريتات حديد سوليسية وكابريتات حديد سونائية وساني أكسيد كابريتو مين؟ والمية الوزن بتاعها حتى الطلبة بتوعنا حافظينه بالشكل ده يقول لك هنا 3-8-4-8 دي المعادلة الله طيب المعادلة دي جات مين الجزء اللي هيتقال ده مجرد لفهم المعادلة مش اكتر حاجة ان شاء الله يخبرت الجمع حاجة ما الميكانيزم التفاعل ده تم ازاي طيب نفسره كده باسلوب هادي مع بعض يقول لك لو انا افترضت اللي انا عندي هناك كباية محطوط فيها كمية من حمض الكابراتيك اللي هو رمزه ايه الحمض ده يا مستر رحمد حمض ايه مركز معوش مية تركيب بيور بتاعه اللي هو الصيغة بتاعته هنكتبها كده ادي اتشي تو اس و افور طيب لما جيب دلوقتي ازازة فيها مية نار طيب وافتحها بلاحظ بيخرج منها ايه دخين كده وسيط طيب تخيل بقى انا مسخن مية النار دي شوي هيحصل لها ايه يقول لك بمنطقة البساطة لما يجي افسر او نفسز بقى المركب ده عندنا كم اتشاية اتنين ادي اتش وادي اتش كم اس واحدة كم او اربعة صحي كده طيب يقول لك بالتسخين يبدأ الجزء منه يتفكك هنا الاثنين اتش بياخدوا مين او فيخرج عندنا مين اتش تو طيب الاس التانية هتاخد كم او اتنين فتخرج اس او تو ويتبقى هنا على سطح الحمد ده كم زرية اكسوجين واحدة يبقى كل جزء من حمد الكابريتيك موجود معاه هنا اكسوجين 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 بالشكل اللي قدامنا ده طيب ده بيحصل مع الحمد كله لا مع الجزئات بتاعة السطح بس طيب هنعرفها بعد كده بقى سامي تانية وحاجات انا بحاول اقرب المعلومة عشان تبقى فاهم النواة الجات ازاي يبقى جزء من الحمد اداني اتش تو اس و تو تفضل مين اكسوجين طيب البرنس بقى بتاعنا يتفاعل مين الحديد نزل دلوقتي صاق الحديد هتتفاعل مع الحمد في وجود الحرارة ارجع معايا كده الحديد لما يتفاعل معه الاكسوجين هيدينا اكسيد ايه اسود او اكسيد ايه مختلط يعني ايه معنى الكلام اول الحديد ما بيتخط في الحمد الاف ايه هيتحد مع الاودة وبيدينا عندنا اكسيد مختلط اللي هو الاف اي سري او فور طيب طلبتنا عارفين ان يضع عبارة عن اتحاد اكسيدين اللي هو الاكسيد السنائي والاكسيد الايه السلاسي طيب تاني بقى الحتة دي عشان ما نتلقبطش ونبقى مستر يبقى هنا دلوقتي جزء من الحمد بدأ يتفاكك اداني المية وساني اكسيد كابريت الاكسوجين اللي موجودة اللي عندنا دي بدأت دلوقتي تبتاحت مع الحديد ودانا حديد سنائي وحديد ايه سلاسي طيب ايه بقى اللي بيحصل اكسيد الحديد دي اللي تتفاعل مع بيط الحمد الحديد اللي قدامنا دي مسترحمة حالته ايه سنائية يتفاعل مع بيط الحمد ويدينا كابريتات حديد سنائي طيب الجزء التاني ده حديد ايه سلاسي يتفاعل مع الحمد ويدينا كابريتات حديد ايه سلاسية كده انا مقتنع شوية بالتفاعل ده يبين التفاعل بتاع الحديد مع حمض الكابريتيك المركز طيب بيختلف عن حمض الهايدروكلوريك المركز حمض الهايدروكلوريك معهوش او وبالتالي تم التفاعل كانو مخفف بالزبط وده سؤال امتحانات يتفاعل حمض الهايدروكلوريك مخفف او مركز مع الحديد ويعطي ايه نفس الناتك اللي هو كولوريت حديد سنائي ويتصعد غاز الهايدروجين لكن بيختلف بقف مين حمض الكابريتيك لو كان مخفف يدينا كبريتات حديد سوناية وهيدروجين تفاعل عادي لكن مع المركز حصلت الليلة الكبيرة اللي احنا قلناها دي يدينا أربع نواتج نحفظها بقى كبريتات حديد سولاسية سوناية ساني أكسيد كابريت والمية تاني كده كبريتات حديد سولاسية سوناية ساني أكسيد كابريت ومين والمية آخر نوع بقى عندنا من أنواع التفاعلات اللي هو التفاعل مع حمد الايه؟ النيتريك طيب ده كده آخر تفاعل بنقوله اللي هو مع حمض النيتريك حمض النيتريك في الحالة دي بيكون حمض ايه؟ مركز طيب لما اجي اعمل التفاعل الحديد F مع حمض النيتريك اللي هو HNO3 حالة الحمض مركزة بكتب عليها ايه؟ كونك طيب حتى لو سخنت ايه اللي هيحصل؟ يقول لي ركز بقى لو كان حمض الكابريتيك بيطلع كمية اكسجين قليلة سمحت بحدوث التفاعل حمض النيتريك عامل مؤكسد قوي يعمل ايه؟ معك كمية اكسجين عالية طيب ومنطه البساطة اكني ده كده مثلا الحديد وده كده حمض النيتريك يبدأ يغلف الحديد بطبقة اكسيد عاملة بالضبط زي ايه؟ اكني جاي بحطة بلاستيك كده طبقة بلاستيك ولفت حول الحديد هيتفعل؟ هيتفعلش يوقف التفاعل فبسمي هنا الظاهرة دي كده بظاهرة الخمول الكيميائي يعني خمول؟ يعني الحديد كانه نشط عايز يتفاعل مجرد لما لقى المادة اللي قدامنا دي له حمض النيتريك يغلفه خليك سلان فسميناه ظهرة ايه؟ خمول يبقى بقول له هنا عند تفاعل الحديد مع حمض النيتريك المركز بتحدث الزيارة بنسميها الخمول الكيميائي يبقى ما المقصود بكلمة خمول؟ قول له يتكون طبقة من الاكسيد مصدرها حمض النيتريك طيب حولة مين؟ الفلز الطبقة دي بتكون غير مسامية يعني معنى الكلام ما فاش حتى سكوب تسمح بالتفاعل وبالتالي بيقف استمرار الايه؟ التفاعل طيب هو كده الحديد خلاص مش هيبقى نشط هنرميه؟ لأ يقول لك الطبقة دي بتكون طبقة مؤقتة يعني خمول مؤقت طيب تزال طبقة الخمول بحاجة من الاتنين إضافة HCL هات الحديد ده حطه في حمض النيتريك أو ممكن أقول له هنا عن طريق عملية الحك صعب الكلام؟ طيب يبقى ده كده بالنسبة لنا التفاعلات بتاعتنا اللي احنا قلناه النهاردة عندي هنا تفاعل الحديد قلنا مع الأكسوجين طيب FE مع الأوتو يدينا أكسيد حديد مغناطيسي مع بخاري الماء الهيدروجين لم يتفاعل طيب المعادلة الشياكة مع اللافل الزات الضعيفة نحية التانية قلنا مع اللافل الزات القوية بيدينا أملح حديد سلسية وقلنا لأن الكلور عامل واكسد مع الأحماض المخففة بيدينا أملح سنائية لأن الهيدروجين عامل مختزل طيب مع الأحماض المركزة صنفناه ثلاث حاجات عشان الأسئلة بتاعتنا بقوله هنا مع الأحماض المركزة حمض الهيدروكلوريك يتفاعل كأنه مخفف ومركز الاتنين حالة واحدة اللي بيختلف حمض الكابريتيك طيب وحمض النيتريك ما بيتفاعلش لأنه بيعمل ظهرة الإيه؟ الخمور طيب حبة أسئلة بقى بتيجي على الجزء ده هنبدأ بقى إن شاء الله دلوقتي على الورقة ونحن الى بقى مع بعضها استاذ المخرج جميل بتاعنا بقى يجيب لنا الأسئلة اللي مستر محمود مجهز لنا للطلبة بتاعته الصفحة الأولى استاذر بقى أول سؤال معنا دلوقتي بيقول اختر الإجابة الصحيحة والأسئلة اللي احنا عملينا دي بنظام الأوبين بوك مستر عام بقول لي أنا عند إضافة 60 جرام من حمض الهايدروكلوريك المخفف اللي هو رمزه HCL إلى إناء به 80 جرام من برادة الحديد وبعد فترة هيديني إيه ومديني حابة اختيارات مفروض حسب ما قلنا دلوقتي حمض الهايدروكلوريك HCL يتفاعل مع برادة الحديد FeCl2 طيب وبالتالي دلوقتي هيتصاعد غازل إيه؟ الهايدروجين غازل الهايدروجين هذا مخرج من وسط التفاعل يبقى كتلة اللي نأملها هتقل يبقى المفروض لما ججمع الموادر المتفاعلة 6080 بتساوي 140 طيب إلا هيدروجين خرج يبقى أكيد الكتلة هتقل عن كم؟ عن 140 يبقى الاختيار الصحي اللي عندنا هيبقى الاختيار رقم به اللي هو قد تكون كتلة محتوىات الإناء بتساوي 130 جرام السؤال الثاني بيقول لي المركب الناتج من اتحاد Fe مجاب 2 حالة أكسودو صناعية مع أنيون الكاربونات اللي هو CO3 طيب المفروض الطالب عارف من الدرس اللي فات حديد مع كاربونات بيدينا 5 درايت اللي هو F-E-C-O-S-R كاربونات حديد طيب لو جيت أسخنه بشدة في الهواء ركز كده معايا الحديد طيب عندي كاربونات الحديد لما بيسخن بيدينا أكسودو نائي أكسودو نائي مجرد وجوده في الجو يتفعل مع الأكسودو جين فيتحول لحديد إيه؟ سلاسي طيب الحديد السلاسي بيكون لونه بني محمر يبقى الإجابة الصحة عندنا هتكون به اللي يبني إيه؟ محمر طيب إيه التفاعل؟ أو الصورة رقم 3 بيقول لي تفاعل الحديد مع اللافل الزيت نقط وينتج نقط لأ ركز معايا بقى احنا قلنا الحديد اللي هو F-E ممكن يتفاعل مع اللافل الزيت ضعيفة اللي هو كابريت أو ممكن اللافل الزيت قوية زي القلور اللي اتنين بيتفاعلوا مباشرة مع بعض يبقى اسم التفاعل اتحاد مباشر طيب يا طره هو دي أنا نفس النوع من الأملح؟ لا ده مرة دي أنا أملح سنائية مرة دي أنا أملح إيه؟ سلسية يبقى المفروض الإجابة الصحة هيبقى تفاعل الحديد مع اللافل الزيت اتحاد مباشر وينتج أملح حديد سنائية لو كان مع اللافل الزيت الضعيفة وسلسية لو كان مع اللافل الزيت القوية يبقى الإجابة رقم ألف السؤال الرابع يسبب حمض النيتريك المركز خمولاً ظاهرياً للحديد لأنه يغطي سطحه بطبقة منه؟ لسه إلنها قلنا الحديد مع الأكسوجين بيدينا خامل ميجناطايد اللي هو الصيغة بتاعته F3O4 يبقى الإختيار بتاع السؤال الرابع اللي عندنا هيكون دال اللي هو F3O4 آخر سؤال عندنا في الصفحة الأولى دي بقولي هتفاعل الحديد مع نقط ويتساعد غاز يشتعل بفرقعة طيب ما لسه إلنها الحتة دي في الشرح غاز يشتعل بفرقعة اللي هو غزمين الهيدروجين يبقى أكيد الحمض لازم يكون حمض إيه؟ مخفف بدور في الاختيارات على حمض مخفف هلاقي عندي H2SO4 وHN3 طيب لما جينا نقولي الأمثلة بتاعت الحمض المخفف قلنا HCL أو H2SO4 ليه ما قلناش حمض النيتريك لأنه ليه ظروف خاصة إن شاء الله هناخده في الباب التاني يبقى الإختيار الصحة عندنا في السؤال الخامس هيبقى H2SO4 ديل لإجابة رقم ألف صفحة التانية نشوف الصفحة رقم اثنين صفحة التانية اللي عندنا فيها سؤال رقم 6 بيقولي لديك إناء مغلق يحتوي على حديد وبخار ماء مسخن إلى 500 درجة طيب نرجع كده معلوماتنا حديد F2 طيب يتفعل مع بخار الماء اللي هو H2O ركز كده في الشرح دي معادلة النيسيان يعني إيه المفروض؟ المفروض الهيدروجين لم يتفاعل ويدينينا أكسيد سمع حد بيجاو اللي هو عبارة عن أكسيد حديد إيه ها؟ صح أكسيد حديد مغناطيسي اللي هو F3O4 يبقى الإجابة رقم جيم يدينا F3O4 ويتساعد غاز الهيدروجين وقلنا لم يتفاعل السؤال رقم 7 يقولي يتفاعل الحديد مع الكلور وينتج ملح نقط لأن الكلور يعتبر نقط السؤال المتالبة ديه خلاص إحنا عرفنا طيب هي تكون كلوريد حديد هنا السلاسي لأن الكلور عامل مؤكسد يعني الإجابة اللي عندي هتكون رقم ديل طيب سؤال رقم 8 يقولي الخام صعب الأكسادة هو مين؟ يعني صعب الأكسادة لسه إلينا في الشرح طيب صعب الأكسادة اللي هو سهل الاختزال اللي هو خامل هيمة طيب اللي هو الصيغة بتاعته FE2 أوسري السؤال رقم 9 يقولي عنده إمرار غاز الأكسوجين على أكسيد الحديد السنائي فإنه يتحول إلى أكسيد حديد سنائي يعني حالة تأكسوده مجبتنين الحديد فيحاوله للسلسية يبقى خلاص هيديني الإجابة رقم ديل اللي هي FE2 أوسري آخر سؤال معنا اللي هو عبارة عن يمكن التمييز بين حمد الكابريتيك المخفف والمركز بتفاعله مع إيه؟ لسه إلينا هذا الحمد اللي اختلف بتفاعله مع الحديد يبقى أن الإجابة الصحة يكون حديد لأن مع المخفف بيدينا كابريتات حديد سنائية وهيدروجين لكن مع المركز بيدينا أربع نواتج اللي هي كابريتات حديد سنائية سلسية ثاني أكسيد كابريت والمية وده غاز لطريقة كشفة تانية هنقولها إن شاء الله في الباب التاني شرفتنا يا بستر وحمود حلقة من الحلقات الممتعة وأتمنى إن شاء الله نشوفك حلقات قادمة إن شاء الله وتمانياتنا القلبية لكل طلدناها بالتوفيق والنجاح دايما يا رب شكرا لكم جاء الله